تزامناً مع الحديث عن التقارب السعود الصيني وبعد زيارة الرئيس الصيني تشي جين بينج إلى المملكة العربية السعودية وفي ظل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة ومع القلق الأمريكي مما سماه بالتوسع الصيني في الشرق الأوسط جرى الحديث مؤخراً عن مرحلة جديدة من التعاون في المجال نفسه الذي أقلق الولايات المتحدة الأمريكية والذي يتضمن بناء مجمع جديد متعلق بالطاقة فمع القصة ماذا في تفاصيل الموضوع؟ في التفاصيل تعتزم شركة الطاقة الحكوميتان أرامكو السعودية والنفط والكيمويات الصينية ساينوبك بناء مجمع جديد للتكرير والبتروكيمويات في جنوب شرق الصين من المقرر أن يبدأ عمليته بالإهاية العام 2025 وقالت أرامكو في بيان يوم الأحد أن الشركتين وقعت اتفاقاً لبناء المجمع في مدينة جولي بمقاطعة فوجيان والذي سيشمل مصفات تكرير بطاقة 320 ألف برميل يومياً ومجمع تكسير للبتروكيمويات بطاقة 1.5 مليون طن سنوياً ولكن دون أن يتم الكشف عن القيمة الاستثمارية للمشروع بالإضافة إلى ذلك وقعت أرامكو وساينوبك وسابك مذكر التفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع بيتروكيمويات جديد يتم دمجه مع المصفات القائمة في ينبع بالمملكة العربية السعودية وقال محمد القحتاني النائب الأعلى لرئيس التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو تمثل هذه المشاريع فرصة للمساهمة في قطع التكرير والمعالجة والتسويق الحديث والفعال في كل من الصين والمملكة وأضاف أنها تدعم أيضاً التزامنا على المدى الطويل بأن نظل مورداً موثوقاً للطاقة والمواد الكيميائية لأكبر اقتصاد في القارة الأسيوية وفي السياق تسعى أرامكو لتوسيع قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية لتصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتقوم أرامكو وساينوبك بتشغيل شركة مصفات ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير وهي مصفات تبلغ طاقتها أربعمائة ألف برميل في اليوم وتقع في ينبع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر